اشتركوا في القناة حكومة محمد شياع السوداني بعد مرور سنة عليها وبدأت تنشره من إعلانات مدفوعة الثمن عن إنجازات وهمية يريدون أن يوهموا الناس أو يضللوا لهم لا يمكن تضليل الناس ولا يمكن إيهاهم لأن واقع الحال يثبت عكس ذلك والناس طرى بأعينها وبصيرتها واقع الحال بس هم يعتقدون أنهم بإمكانهم أن يضللوا الآخرين ويقولوا أن هناك إنجازات ودعوني أقول أن هذه الحكومة تشبه الحكومة التي قبلها وتشبه أول حكومة في 2005 وبعد الدستور وقبل الدستور وكل هذه الوجوه نفسها في هذا الإطار لأنه نفس الإطار إطار العملية السياسي هذا الإطار المدمر المخرب القاتل للعراق هذا واقع الحال وكل المناصب وكل الوظائف خاضعة أو تدفع إلى ميزان التفاوض الطائفي والقومي يعني لها اعتبارات طائفية والمحاصصات ميزان المحاصصات الطائفية والقومية العرقية هو هذا الذي يحدد هذه الوظيفة لمن ذلك يعني البعض يتحدث عندما تحدث عن وزارة معينة البعض يتحدثون أو تقرأ مقالات أو تقرأ دراسات تقرأ الرجود عليها يقول لك أن تتحدث مثلا عن وزارة التعليم العالي يقول لك هذا تابع للعصائب الوزير ما لا تابع للعصائب والذين يتحدثون هذا من الطرف المعادي العصائب وتحدث عن وزارة الصحة يقول لك هذا تابع للتائر الصدري كانوا يريدون يقولون أنه يعني لو ما يكون تابع للتائر الصدري كان أفضل تحدث عن ما عرفي أي وزارة يقول لك هذا تابع للدولة القانون نور المالكي وتحدث عن أي وزارة أخرى يقول لك هذا تابع للقوة السنية وهذا تابع للأكراد وهذا تابع للتركمان الحقيقة أنه كل الوزارات التابعة لكل هذه العناوين التي قلناها سنية كردية عربية شيعية سنية تركمانية معرف منه مسيحية ما دامت في إطار العملية السياسية هي كلها لا تساوي شيئا وكلها بفساد في فساد وخراب في الخراب وهي جزء من منظومة الخراب والدمار الذي حل بالعراق هذا واقع الحال حتى يعني لا أحد يتفلسف في هذه القضية ويريد يقدم نفسه على أنه هو أفضل من الآخرين كل هذه القوى هي سيئة وهي تشترك في تدمير العراق وهي تشترك وهي مسؤولة عن كل هذا الخراب الذي حصل في العراق منذ عام 2003 لحد الآن أنه هي نفس القوى تتغير الوجوه تتغير التسميات معرف شينه لكن كل الذين يسعون في العملية السياسية هم من هذا النموذج البعض وجد أنه يعني أمريكا متمسكة بهذه العملية السياسية فيقول لك أدخل العملية السياسية كافية أمريكا من رمعتها في العملية السياسية خلاص أنا أدخلها وأستفيد ويتحدث في الناس أنا أدخلها على التنغير من داخلها وهذه كلمة كبيرة أنت تدخل إلى مستنقع لا يمكن إلا أن تتلوث أنت داخل للمستنقع شو ما تتلوث وأنت محاط بكل الملوثين وأنت أيدك في وسط التلويث لا 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 حدي فلسفة علينا فلسفة بلا معنى وحاول أن يقنعنا أنه هذا الحديث طيب وكذا وانت غلطانين وراحين لا واقع الحال هو هذا تجربة لو كانت تجربة وطنية وتجربة بناء وتجربة حضارة الكل كان يعيدها وكان يقف معها تجربة إنسانية وإخلاقية وتراعي العراقين والصوني العراق وتحترم إرادته وتحترم هويته كل الناس كانت وقت بها لكن تجربة رثة تجربة أقل ما يقال عنها كارثية وهو هذا المطلوب هذا ما أرادته أمريكا وتبنيتها فبالتالي هذه النتيجة عموما كنا نتحدث عن إنجازات يقولون إنجازات هذه الحكومة لأنهم يريدون وصلوا وقلناها ونقولها وصلوا إلى مرحلة يعني يعتقدون أنهم بالحديث عن أن هذا السوداني يعني عم الشيعة السوداني وكأنه نزللنا من المريخ نزللنا بقراشيوث معرف منين وكأنه مو هو عضب هذه العملية السياسية وهو عضب بدولة القانون بحزب الدعوة سابقا وكان وزير وكان محافظ وكان معرف شنو وكان مدير عام وكان نائب وهو ابن هذه المنظومة الخريبة فبالتالي هذا الكذب والإدعاءات هذه يعني غير منطقية والبعض يقول إن هذا من أبناء الداخل من أبناء وبن حمولة أمام شنو علاقة هذا الموضوع هذا الموضوع إلى الضوابط وإلى قياسات وإلى أطر إما إطار وطني وإما إطار مملوك للآخرين والإطار الموجود مملوك للآخرين ومدمر للعراق وغير وطني وغير مفيد هذا واقع الحال ومن يعمل به هو جزء من عنده ومتبنيه هذا الحكم النهائي حتى لا أحد الفلسف أكثر من اللازم وجيب لنا أحاديث ما أعرف شنية المهم فمن ضمن الإنجازات وزير الصحة الحالي يتحدث عن إنجازات خيالية ما أعرف من جاهبها الوسائل الإعلام يتحدث عن وزارته في ظل حكومة محمد الشياع السوداني برنامج حكومي وصحي متميز ما أعرف منه لدينا 18-28 مستشفى تحت الإنشاء 20 منها مدرج قد في بغداد دخال عدد كبير من المستشفيات ما أعرف شنو دخلنا 27 مركز صحي سوينا عدنا 16 مركزا نوعيا مدفرعيا يعني 64 عيادة شعبية عدناها إلى الخدمة هو ما هذه الأرقام يا هذه الأرقام يجب أن تعبر عن واقع حالي عندما تحدث عن المستشفيات رعا حيلك المستشفيات مدينة الطب ومستشفى اليارموك وغيرها وكثير من المستشفيات هذه يعني افتراضيا انتهت يعني هذه انتهت اكسباير صارت هذه المستشفيات يجب أن تهدب من سنوات طويلة من عقود أنتو الآن هي هي نفس المستشفيات هي الأساسية الأطباء يتحملون يعني عبءا كبيرا حتى الضرب والقتل تحملوا كثير من الأطباء حتى الشباب عندما تسألهم ما هو ما هي أمنيتك يقول لك انهزم خارج العراق أشتغل بأي دولة المستشفيات اللي يدخلها مفقود اللي يخرج من عندها لو على التابوت لو يخرج يعني في آخر أيام حياته هذه المستشفيات اللي يعدكم والناس تأنف أن تدخل لها المستشفيات لأنه هي مركز الأمراض وليس مركز للشفاء ولو كان الوضع الصحي مثل ما تتحدث أنت بهذا الشكل وبرنامجك الحكومي وثمانة وعشرين مستشفى ماذا شون ونسبة الإنجاز جيدة وعالية ليش العراقيين يذهبون يطببون بالخارج مصارفكم سنة ليش العراقيين هذه الهند العراقيين يصرفون بها سنويا نصف مليار دولار أكثر من خمسمائة مليون دولار يصرفوها بالهند فقط للعلاج والعمليات ليش يروحون لهناك بخلي يقولون هاي عدد دول الأخرى اللي يذهبون لها ويصرفون بها كل موال بيع بيته ويبيع ما عرف منه سيارته وهدومه حتى يعالج زوجته ويعالج ابنه ويعالج نفسه ويعالج أخته ويعالج أمه وأبوه هذا واقع الحال لأنه يعرف منه ما مستشفيات ماكو مستشفيات ليش العيادات الخاصة لمستشفيات خاصة ملة الدنيا بالعراق كلها مستشفيات خاصة وكلها استثمارية وتعود لقوى الله أعلم منه يعني مثلما الملاهي وصالات القمار وماذا الفنادق كلها صارت للميليشيات المستشفيات أيضا للميليشيات شونج تفرق لأنه هي في واقع الحالهم ينظرونها إلى أنها يعني مشروع تجاري ليس أكثر جامعات سواء وجامعات أهلية ومدارس أهلية وكلها تجيب لهم الدرع عليهم فلوس فبالتالي ليش المستشفيات مدار عليهم فلوس وهي قضية عيب يتحدثون بيها نظام صحي وين النظام الصحي هذا المواطن العراقي يعرف أنه أن هذه هذه المستشفيات وهذه المراكز الصحية خاربة بلا قيمة ولا فائدة تأثر على صحته وتأثر على حياته يخش يسوي عملية يطلع ملوث بأمراض أخرى وشيء الأمراض أخرى يسوي مصيبة العراق يعني حقيقة الحال وكل التقارير كل التقارير الدولية العراق يعاني من تردي شديد والخدمات الصحية على نظر عن طاقة العراق كله العراق من الدول السيئة جداً بنظامها الصحي بعد أن كان العراق من أفضل الدول نظامها الصحي رغم كلهم كانت حتى في ظل الحصار وانقطاع الأدوية وانقطاع كل شيء كان الوضع الصحي في المستشفيات أفضل أفضل من الحال الذي هو عليه الآن هل هو هذا هذه الإنجاز متردّر خدمات الصحية على نطاقة العراق وهذا ما تحدث عننا مواني ولا المواطن العراق هذا ما تحدث عنه وزير الصحة السابق على الدين العلوان تقريره عن الوضع الصحي والواقع الصحي في العراق قال أن الرعاية الصحية الطبية في العراق في حالة فوضى كحال كل القطاعات الأخرى ومصايب ولدينا واستقال من هذا لأنه قال أنه لا يمكن بهذا الوضع أن نبني مؤسسات صحية تخدم المواطن كذب كبير والأدوية داخلة في مزاد المحاصصات الطائفية ومزاد التجارة والأدوية التي الأمراض المستعصية غير موجودة وتباع على الأرصفة بأسعار خيالية هذا واقع الحال فعن أي إنجازة تتحدثون لا يمكن لي وزارة أن تتحدث عن إنجازات في ظل إطار خرب مدمر لا يمكن أن تقول لي في إطار كل السياسة العامة خربة فوضى اقتصادية فوضى أمنية تتحدث لي عن قطاع التعليم راقي لا يمكن هذه القطاعات واحدة ينفذ على الآخر أبواب مفتوحة فيما بينها من يرتفع من أكو اهتمام بالقطاع الاقتصادي وانتعاش بالقطاع هناك انتعاش بالقطاع التعليمي وقطاع الخدمي والمواصلات وهكذا السياسة العامة جيدة الإطار هكذا صحة جيدة أما أنت تتحدث لي عن قطاع واحد ووالله لأنه الوزير من فلان مكان كل الوزراء كل الذين يمثلون العملية السياسية هم أسوأ ما يمكن وهم كلهم يعني حتى إذا تجيب ما أعرف منهم مهما يكون اختصاصا وتضع في هذا الموضوع سيفشل وإذا كان مو موهوم فهو فاشل من البداية وإذا كان يعني مؤمن بهذه القضية العملية السياسية فليذهب إليها لأنه هو جيد حتى يستفيد أما اللي موهوم ويدخلها هذا مصيبة سيجد واقع ربما يعني يفقد عقله وقت هذه الحلقة أعزاء المشاهدين قد انتهى ترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استولعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة